ستحدد مصير عمرة ماذا كان سؤاله دعجاء قال لي هل ترغبين في ان تعيش كالنخلة المثمرة ام كالطائر المهاجر عمرة لم افهم السؤال دعجاء وهي تبتسم ولا انا وقتها لكن اعتقد اني فهمت قصده الان عمرة ماذا كان يقصد دعجاء النخلة المثمرة هي الحياة المستقرة جذور ثابته في الارض خالية من الترحال لكنها تتطلب صرا على موجات الجفاف التي مينا اري لم تترعم ستعصف بها من وقت لاخرى مكرمة يقدرها منحوها تبعمهم منثارها ويسكونها ويحبونها تحيا وتموت في مكانها واقفة وشامحة ويستمر نسلها اذا حالفها الحظ ووجدت من يزرع فسائلها في ارض اخرى ليعيش اطفاطا نفس حياتها في دائرة مغلقة وامنة عمرة والطائر المهاجر دعجاء الطائر المهاجر هو من لا تلمس قدماه ارضا الا حلقة بعدها لارض اخرى يدور في فلك متغير يرى جمالا جديدا كل يوم وحياته مرهونة بقراراته عمره قصير لكن حياته غنية سهام الصياد تطارده في كل مرة يحط لشربة ماء ومع ذلك يجد في تلك الشربة لذة كبيرة لا يتذوقها الكثير يحلق في كبد السماء بحرية لا يعرف من الم الحياة الا خوفه من امتهائها قبل ان يستوفيها ويكتفي منها ولن يستطيع يعيش حياة لا تقدم له الا ما يأخذه بنفسه والمعروض عمرة وهي تبتسم اخترت الطائر المهاجرة اليس كذلك دعجاء نعم عمرة هل انت نادمة على قرارك يا عمة دعجاء الندم قرار واقرار بالانهزام عمرة دعجاء وهي تستأنف حديثها اخذني يثع بعدها لمنزل صغير ميم سم لمطاط العم قريب من الشاطئ الذي كان يصطاد منه وعندما وصلنا وقف عنده عتبت بابه يحدق به وكأنه يسترجع بعض الذكريات ثم قال يائع هنا قضت عنكت اجمل ايامها قبل ان تقرر الرحيلة لام الحجاز دعجاء يائع وظهره لام دعجاء ووجهه لباب المنزل لن اطلب منك تحقيق حلمها او ان تعيش حياتها لكن لي رجاء وحيد دعجاء ما هو يائع ان تعرفي بانها كانت يوما فتاة مثل بقية الفتيات لكنها رفضت ان يذكرها الناس كمجرد فتاة بسيطة ابنة لصياد بسيط رحل يثع بعد تلك الكلمات وترك دعجاء امام ذلك المنزل الصغير المتهالكة تنظر لبابه والحزن قايد على صدرها دخلت دعجاء ووجدته خاويا وغير لح للسكنة ولكنها لم تبالي وافترشت الارض ونامت استيقظت في الليل على صوت نقارات خفيفة على الباب المتهالك فنهضت وفتحته ورأت رجلا يقف عند عتبته يحدق مهى دعجاء بتوتر من أن الرجل الغريب يشير بإصبعه للأرض في وسط الدار بصمت دعجاء تلتفت نحو المكان الذي كان يشير إليه الرجل أبام ميم لام مما عندما أعادت دعجاء نظرها نحو الرجل لتسأله عن قصده بتلك الإشارة لم تره وكأنه اختفى في لمح البصري لم تجزع دعجاء وأغلقت الباب وعادت للنوم استيقظت في اليوم التالي على طرق باب الدار ففتحت الباب لتتجد يشع أمامها مبتسما ويمدها بعض الطعام الذي أعده بنفسه أبتسمت دعجاء وطلبت منه الدخول دخل يثع ومسح بيده بعض الغبار المتراكم وجلس دعجاء بخجل أعتذر يا عم يثع لأني لم أنظف المكان يائع وهو يبتسم لا بأس تناولي طعامك قبل أن يبرد دعجاء وهي تجلس على الأرض وتضع الطعام أمامها ألن تشاركني الطعام يائع لا لقد سبقتك دعجاء تتناول الطعام يائع يراقبها مبتسما دعجاء الطعام لذيذ جدا أفضل من المرة السابقة يائع هذا طبق السمكة الحمراء التي كانت عمتك تحبه دعجاء وهي تبعد اللقمة عن فمها لقد حلمت حلم غريبا بالأمس يائع ماذا كان دعجاء رجل غريب طرق الباب وعندما فتحت له أشار بيده لوسط الدار سم ممعم يائع إلى ماذا كان يشير دعجاء لا شيء كان يشير للهواء لا أعتقد أنه كان يشير يائع إذا لم يتكرر الحلم فلا داعي للقلق دعجاء وهي تضع لقمة في فمها ربا لأني لم أعتد على النوم في المكان بعد يائع وهو يبتسم ربا انتهت دعجاء من طعامها فهم يائع بالرحيل وهو يقول لا تقلقي بشأن الطعام فأنا أطبخ يوميا للصيادين وسوف أحضر لك نصيبك نهاية النهار من كل يوم دعجاء وهي تقف شكرا يا عمي وأعتذر لأني سأكون عالة عليك يائع العالة هو من يأكل بلا عمل دعجاء موافقة يائع باستغراب موافقة على ماذا دعجاء على العمل معك يائع وهو يبتسم عملك سيأتي إليك لا تستعجي دعجاء ماذا تقصد لم يرد يائع على دعجاء التي وقفت عند عتبة الدار تراقبه وهو يسير عائدا للشاطئ عادت بعد ذلك إلى المنزل الصغير وبدأت بتنظيفه من ألي لم معمن الغبار المتراكم على بعض أمتعته وكذلك الفراش الصغير المفرح في إحدى زواياه كان المنزل مصنوعا من الوصي والخشب وكانت أرضه مغطات بالواحي من القصب رفعت دعجاء الفراش وأخذته للخارج وبدأت تنفضه من الغبار ثم عادت لتفرشه مرة أخرى في مكانه لكنها رأت شيئا لفت نظرها رأت أن أعواد القصب تحت الفراش كانت مقصوصة من الأطراف وكأنها تشكل بابا صغيرا نزلت دعجاء على ركبتيها ووضعت الفراش جانبا وبدأت تتفحص أعمدة القصب المقصوص بعينيها أولا ثم بيديها أدخلت دعجاء أطراف أبعها من خلال الشقوق بجانب الأعمدة واكتشفت أنها تستطيع رفعها وهذا ما قامت به عندما رفعت دعجاء ألواح القصب المقصوصة تفاجأت برؤية تجويف تحت المنزل لم يكن ذلك التجويف كبيرا فهو ميم يتجاوز نصف الدار لذا نزلت بحذر وبدأت تستكشف المكان بيدها حتى أحست بأنها لمست شيئا أخرجت دعجاء ما وقع على يدها ووضعته على سطح أرض المنزل وعندما خرج للنور رأت أنه كتاب لم تقم دعجاء بفتحه أو تفحصه بل أكملت إفراغ ذلك التجويف من محتواه استمرت في إخراج محتويات تلك الحفرة حتى أفرغتها بالكامل وقامت بتغطيتها مرة أخرى بأعمدة القصب وقفت دعجاء تنظر لمحتوى ذلك التجويف وقد كان عبارة عن ثلاثين كتابا وبعض القوارير والصناديق الفارغة أمسكت دعجاء بأحد الكتب المتكدسة أمامها وفتحته وبدأت واحد الشلارع المطة تتاع مما بتصفحه واكتشفت أنه يتحدث عن السحر وبالرغم من أنها كانت تجيد القراءة بعد إصرار عنكة على تعليمها إلا أنها وجدت بعض المشقة في فك بعض رموز ذلك الكتاب لكن وبعد تمعنها في عنويني تلك الكتب اكتشفت أنه لابد أن تقرأها بالتسلسل كي تفهمها لذا بدأت بتصفح جميع الكتب حتى وجدت ما يلائم علمها الحالية وبدأت بقراءته وتطبيق محتواه والتمرن عليه كانت دعجاء في تلك الفترة في أوائل العشرين من عمرها وبقيت في ذلك المنزل ما يقارب العشرة أعوام وهي تقرأ وتطبق محتوى تلك الكتب وبالرغم من أنها أمضت فترة طويلة إلا أنها لم تتقن إلا نصف محتواها لأن بعضها كان يتطلب وجود معلم ليشرح أسرارها ويفك رموزها لها لكنها لم تيأس واستمرت بالمحاولة خلال تلك الفترة كان يائع هو حلقة الوصل الوحيدة لام دعجاء مع العالم خارجا ذلك الكوخ فقد كانت منعزلة تماما ولا تتواصل مع أحد سواه كان يائع يطعمها يوميا من الطعام الذي يطبخه للصيادين وليتأخر يوما في إطعامها افتقدت دعجاء زيارات يثع في أحد الأيام وقررت الخروج للبحث عنه فاكتشفت أنه مات وأن زملاءه الصيادين قاموا بدفنه لأنه لم يكن متزوجا ولا يملك أسرة تفتقده حزنت دعجاء على ذلك الكهل الذي بقي وفيا لا حتى آخر أيام حياته وكان خير موته حافزا لما على الانتقال والتوجه لام الحجاز وإكيال حياتها هناك نني شيك ميم ممعم عين طلسع الضقنائه دعجاء كانت متعلقة با الحجاز لأسباب كثيرة وكانت لا تهدو راحة إلا فيها وبين أهلها لذا وبمجرد وصوه هناك بدأت بالبحث عن مصدر للرزق كي تعيل نفسها وتتحمل تكاليف المعيشة هناك مرت دعجاء بمنزل عنكة القديم فوجدت أنه تم إزالته بالكامل وبني مكانه منزل آخر وكذلك دكانها وجدت فيه تاجرا يبيع الأقمشة عرضت دعجاء على ذلك التاجر أن تعمل معه لكنه رفض وأخيرها بأنه لا يحتاج مساعدة وأنها يمكن أن تبحث عن عمل في مكان أخرى مين تكن دعجاء تجيد أي حرفة كي تمارسها لكنها تذكرت كلاما عنكة ونصيحتها لبناتها بالعمل كقابلات للتوليد إذا احتاجوا للعمل لذا قامت بالسؤال حتى علمت أن المدينة فيها أكثر من قابلة لكن أشهرهن كانت إمرأة تدعى همابل فتوجهت لنزلهها وطرقت بامها ففتح لمصبي أسمر البشرة وعندما طلبت منه مقابلة القابلة أخيرها بأنها خارج المنزل فطلبت منه انتظارها بالداخل لكنه رفض وأغلق الباب ولقى ميم لم تتترعم جلست دعجاء خارج المنزل تنتظر عودة القابلة حتى حل المسائي وغلبها النعاس عند الباب ولم تستيقظ إلا على نغزات في خصرها برأس عين خشبية وصوت امرأة عجوز تقول لها ما الذي تفعلينه هنا ارحلي نمضت دعجاء وهي مرتبكة ورأت أمامها امرأة عجوز سمراء البشرة وقصيرة القامة تتكدى على عين خشبية وشعرها كان أبيضا بالكامل بها في ذلك حاجباها بلعت دعجاء ريقها وقالت هل أن السيدة هامابل العجوز بتجههم نعم ماذا تريدين دعجاء أريد التحدث معك مابل وهي توكز بطن دعجاء برأس عهل خشبية أنتلستي حبلة دعجاء وهي تبتسم هامابل بتجههم تعملين معي أنا لا أحتاج أحدا ليساعدني لاحظت دعجاء أن تلك العجوز لم تكن قابلة عادية وساورها الشك بأنها ساحرة أو على أقل تقدير تعرف شيئا عن السحر لذا قالت ها لقد أوصتني عمتي أن الجأ ليك إذا احتجت للعمل هامابل بتجههم وبعض الاستغراب عمتك عمتك من ألطار لمطا من ترعم دعجاء عمني عانئكة هامابل والتجههم يزول من على وجهها ويتحول لتعجب هل أن أحدى بناتي عانكة دعجاء وهي تبتسم نعم هامابل وهي ترفع العاوى تضرب دعجاء على رأسها إذن فأنت دخلت هامابل منزها وأغلقت اليابا بقوة تاركة دعجاء حزينة ومبت بخيبة الأمل أمضت دعجاء تلك الليلة عند باب المنزل ولم تتحرك وفي اليوم التالي خرجت هامابل مع ذلك الصبي لتجدها بانتظارها وعلى وجهها نظرة أمل بقبوها لكنها تجاهلتها ومضت في طريقها لم تيأس دعجاء وبقيت عند باب ذلك المنزل لأيام وكانت تأكل من إحسان المارة والزاترين لمنزل هامابل لأنهم ظنوا أنها تتسول وفي كل مرة تخرج هامابل تقوم بالتجههم في وجهها وتجاهلها لكن في أحد اليام فتح الباب وخرج ذلك الصبي الصغير ومدى لام دعجاء بعض الطعام والماء وقال وهو يبتسم لقد بدأت العمة تتذمر من بقائك عند الباب وهذا دليل أغبا تفكر بك دعجاء هل تفكر بطريقة للتخلص مني؟ الصبي العمة هامابل لا تتحدث عن أحد لا تهتم لأمره أصبري أكثر وأنا متيقن بأنها ستسمح لك بالعمل معنا تلن سملا مطاطة عين صاد دعجاء ولماذا أنت مهتم الصبي مبتسنا لأني أريد أحد ليشاركني في تحمل العمة وأنت تبدين مناسبة وتملكين العنادة المناسبة دعجاء وهي مبتسمة ما اسمك الصبي وهو يمد يده لانفحة دعجاء مبتسيا أنا ربيل دعجاء وهي تفحه ربيل مبتسمة وأنا دعجاء ممابل وهي تصرخ من داخل الدار أين أنت أيها الأحمق ربيل وهو يهم بالدخول للمنزل مبتسنا يجب أن أذهب الآن مضت الأيام واستمر تجاهل هامابل لام دعجاء واستمر ربيل بإطعامها سرا حتى جاء يوم وخرجت فيه هامابل ليلا بينها كانت دعجاء نائمة وقالت لها إلى متى ستبقين هنا دعجاء وهي تستيقظ ماذا ممابل وهي تضغط برأس عها على جبين دعجاء ألا تعلمين أن عمتك هي من ألد أعدائي دعجاء لم أكن أعرف ذلك وحتى لو كنت أعرف فهذا ليس دافعنا كي أكرهك هامابل وهي تضحك وتبعد رأس لعي عن جبين دعجاء ومن أنت كي أهتم لكرهك أو محبتك ملسم لما التاع من دعجاء إذن دعيني أعمل عندك حتى ولو كخادمة عمابل تحدق باء دعجاء وتفكر دعجاء وهي تقف أنا لا أريد شيئا سوى مأوى وطعام فقط هامابل كم بقيت مع عانكة دعجاء ثهان سنوات تقريبا هامابل من يبقى معها سنة فقط يتعلم الكثير وهي لا تبقي أحدا معها أكثر من ستتين فلماذا تكذبين دعجاء بعصبية ولماذا أكذب ثم أني لم أرها يوما معك أو تحدثت إليك فمن الكاذب هنا هامابل بهدوء من المستحيل أن عانكة أو صدك باللجوء إلي وهذه أول كذبة كذبتيها دعجاء تحدق باء هامابل بصمت هامابل معرفتي بعمتك كانت قبل أن تري أنت نور الدنيا لذا فأنا أعرفها وأعرف أطباعها أكثر منك فتوقف عن سرد الأكاذيبي دعجاء بعصبية أنا لا علاقة لي بهضيكم هامابل وهي تسير مبتعدة عن المنزل اتبعيني دعجاء إلى أين من ترد مابل على دعجاء واستمرت بالمسير فتبعتها دعجاء سملا مطة رعصر وصلت لإنتان لبوابة المدينة وقد كانت مغلقة فأوقفهم الخراس لكنهم عندما رأوا هامابل قال أحدهم مبتسما ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا سيدة هامابل ممابل كيف حال زوجتك وابنك الحارس يقبلون يدك فلولا مساعدتك لفقدت ما في نفس اليوم هامابل جيد افتح البوابة الحارس بتوتر لكن يا سيدة هامابل البوابة لا تفتح إلا صباحا وتغلق مع غروب الشمس وهذه أوامر الوالي هامابل سوف أخرج مع هذه المرأة ولن نعود حتى الصباح الحارس أمرك يا سيدة مابل سوف أفتح البوابة لأجلك فتح الحارس بوابة المديئة وخرجت هامابل بصحبة دعجاء التي كانت تقول إلى أين سنذهب ممابل وهي تسير سنرى إن كنت تقولين الصدق أم لا سارت الاثنتان في العراء حتى وصل لمنطقة بعيدة عن المدينة فتوقفت هامابل ووضعت يدها على الأرض فأضاءت الصخور التي كانت حوم وسطا بهاشي دعجاء التي قالت كأنها نجوم على الأرض هامابل وهي ترميعها الخشبية من يمضي معه عانكت ثاني سنوات من عمره لابد وأنه تعلم الكثير لنرى كم من علمها نهلت ميم لمطة ترعى ميم دعجاء وهي ترفع يدها في وجه ممابل أنا لا أريد القتال معك هاش مابل وهي تعقد أبعها الأمر ليس خيارا يا إمرأة قرأت هامابل طلس قويا شق الأرض تحت دعجاء لكنها استطاعت تفادي السقوط فيه بقراءة طلس من سريع والتحليق بعيدا لأرض مستوية ممابل وهي تبتسم يبدو أنك تعلمت بعض الخحيل من تلك الشمطاء دعجاء بصوت مرتفع توقفي أنا لا أريد إذاءك ممابل وهي تضحك بصوت مرتفع لو استطعت مس شعرة مني سوف أتوقف وأعلن انترك دعجاء وهي تعقد أبعها وتندفع نحو هامابل كما تشاتين أيتها البومة اشتبكت الاثنتان بالطلاسم لفترة وكانت الغلبة في كل مرة لام هامابل لكنها كانت تواجه مشكلة في إبت دعجاء إبت بالغة توقف تقدمها المستمر وبعد فترة من تلك المواجهة إبت هامابل دعجاء بطلسم قوي أسقطها أرضا فقالت لها وهي تتنفس بثقل انتهى النزال دعجاء وهي تقف بصعوبة وتعقد أبعها لم ينتهي شيء ممابل وهي تضحك بسخرية ماذا تبقى في جعبتك لكلل فلا رماقا لعو دعجاء وهي لا تزال عاقدة لأبعها وترفع أحد قدميها عني الأرض بقي هذه قرأت دعجاء طلسنا وهي في ذلك الوضع فخرج خلفها مارد ضخم مكبل بالسلاسل ويصرخ بصوت عال هامابل وهي متفاجئة من ظهور ذلك المارد لما أكن أعرف أنك تتقنين الطلاسم المتقدمة عقدت بعدها هامابل أبعها وتقرفصت على الأرض وبدأت بقراءة طلس من أخرج من تحت الأرض أمامها حية حمراء كبيرة انطلقت نحو ذلك المارد والتفت عليه وبدأت بخمقه أمسك المارد بقبضته الكبيرة رأس لفعا وبيده الأخرى بدأ يدكه حتى هلكت أبتسمت دعجاء عندما رأت انطل المارد وأمرته بهجوم فورا على هامابل فكان منه إلا أن ضرب صدره بقبضته عدة مرات وهو يصرخ بقوة أتبعها باندفاع هز الأرض نحو هامابل التي كانت واقفة ولم يبدو عليها الاكتراث لاندفاعه وبمجرد اقترابه منها أمسكت بقبضتها حفنة من الرمال ونفختها تجاهه فتبخر المارد وتحول لسحابة من الغبار غضبت دعجاء عندما رأت ماردها يتبخر أمامها بكل سهولة فعقدت أبيعها مرة أخرى ولكن هامابل رفعت يدها وهي تبتسم وتقول كافا كافا لقد أئبت أنك دقة دعجاء وهي تتنفس بتقل أنا لا أكذب هامابل وهي تحمل عها الخشبية وتنفض التراب عن عباءتها يبدو ذلك وملسم لام ماه عميم دعجاء بتجهه من ماذا الآن هامابل وهي تجلس على الأرض ننتظر حتى تشرق الشمس وتفتح بوابة المدينة دعجاء وهي تقترب من تمابل الجالسة هل قبلت بي الآن هامابل تنظر لام دعجاء وتشير لها بالجلوس بجانيها جلست دعجاء بجانبها بصمت وحدقت بالأفق معها هامابل وهي تحدق بالأفق مع دعجاء لماذا تركت عنك دعجاء أنا لم أتركها هي من تركتني هامابل لا أستغرب ذلك فعامين وأنت بقيت ثانية أعوام وهذه فترة قياسية ويبدو أنك استفدت من بقائك معها فطل اسم ذلك المارد ليس من الطلاسم التي تستخدمها الساحرات المبتدئات دعجاء وهي تمسح دمعة باقتتها العمة ماتت ولا تركني ممابل وهي مصدومة عنكة ماتت دعجاء بحزن نعم ألم تعلمي بذلك هامابل لا فعندما وصلني خبر احتراق منزنها وخلوحانوتها فيه السوق ظننت أنها هاجرت المدينة للأبد وأخفت كل أثر لها فيها دعجاء تصمت بحزن ممابل وهي تنزل رأسها وتنظر للحجارة المضيئة أمامها لم أظن يوما أني سأسمع بخبر موت امرأة كاف عنكة لوا لماه ترعم دعجاء لماذا كنت تكرهينها ما الذي فعلته لك هامابل ليس من المروءة التحدث بسوء عن الأموات دعجاء وهل كرهك لا سيتتقل لي عندما أعمل عندك هامابل ومن قال أني قبلت بك كخادمة عندي دعجاء لا بأس سأرحل عني الحجاز إذن هامابل إلى أين دعجاء الرياح تأخذني دائيا لام هجر وسوف أسير معها هذه المرة هامابل وهي تنظر للأفق وتبتسم وظيفة الخادم يقوم بها ربيل لكن لدي وظيفة أخرى يمكنك القيام بها لو رغبت دعجاء ما هي ممابل بقاءك مع عنكة كل تلك المدة يدل على أنك شاركتها في الأعمال التي كانت تقوم بها دعجاء تقصدين مساعدة الناس ممابل وهي تضحك هل هذا ما كانت تسميه تلك العجوز دعجاء بتجههم لا تسخري من عمتي هامابل بسخرية أنا عمتك الجديدة الآن وسوف نقوم بنفس الأعمال الخيرية التي كنت تقوم بها مع عمتك السابقة دعجاء وهل ستعلمينني شيئا من علمك سوس ميم لماطق عنصاد هامابل وهي تبتسم لن تحتاجي أكثر مما تعرفينه الآن دعجاء أنا لا أعرف الأساسيات مثل طلاسم الانتقال هامابل طلاسم الانتقال سأعلمك إياها لأننا لا نتنقل بغيرها حتى طلاسم الفناء سأعلمك إياها كي لا تقعي أسيرة لأحد دعجاء باستغراب وما هي طلاسم الفناء هذه هامابل طلاسم لا يتمنى أي ساحر أن يحتاج إليها أبدا عاشت دعجاء لسنوات مع هامابل وو ربيل وتعلمت منها الكثير من فنون السحر وخاصة السحر الأسود الذي كانت هامابل تتقنه جيدا وبعد عشرة أعوام تقريبا والتي تخلى لها أحداث كثيرة مثل زواج ربيل من جارية اختارتها هاشماابل له واستمراره في خدمتها مع زوجته ومرض هامابل وتقدمها في العمر وتسليمها دعجاء أغلب المهم التي كانت تتولها لكن دعجاء اتخذت قرار الرحيل عندما أكملت عامها الأربعين وبدأت صحة هامابل بالتدهور لذا عقدت العزم على أن تتوقف عن العمل معها والبدء في السعي في أمور أخرى لأن هاجس حلم عنكت في القضاء على سحرة اليامة أصبح يراودها خاصة مع عودتهم لقوتهم السابقة خلال الأعوام التي قضتها مع هامابل وبدئهم في انتهاج منهجهم السابق في تصفية ساحرات الجزيرة وسميت تلك الفترة بفترة اليقظة لأن سحرة اليامة كانوا يرون أنهم كانوا في سباة مكن الساحرات من العودة والانتشار بحرية في الجزيرة وهذا أمر كانوا وما زالوا يرفضونه وبقوة أروم كم لم تتترعم أحست دعجاء أيضا أن ببقائها مع هامابل التي لم تعد قادرة على الخروج ومزاولة عملها كالسابق وسوف تبقى أسيرة لتلك المهام لذا تحدثت مع روبيل يوم وأخبرته أنها تريد السفر لفترة كي تشق لنفسها طريقا مختلفا فأخبرها بأن الكثيرين هذه الأيام يسافرون دمشق وأنها أرضى بها الكثير من فرص العمل اقتنعت دعجاء بفكرة الرحيل ولم تمضي أياما بعد حوارها مع ربيل حتى شدت الرحالة للشال نحو إدمشقي عمرة وكم بقيت هناك يا عمة دعجاء لم أبق أكثر من أسبوع بعد وصولي وعدت بعدها مباشرة لم الحجاز مرة أخرى عمرة باستغراب لماذا ألم تعجبك المدينة دعجاء بل كانت من أحمل المدن التي زرتها لكن أدركت أن قلب كان معلقنا بأرض الجزيرة منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدمايا دمشق عمرة لن تستفيد شيئا من رحلتك إذن دعجاء وهي تبتسم بحزن بل كان أفضل قرار أتخذته لأن عدت منها مع ابنتي ربوح عمرة ربوح دعجاء نعم عدت معها وهي لتزال طفلة بعدما ماتت أمها أنا سم لمطة تارع صاد لكني لم أعد لنفس المدينة التي كنت فيها مع عمتي واخترت مدينة أخرى قريبة من الساحل وبدأت معها حياة جديدة وقدمتها للناس على أنها ابنتي عمرة لماذا لا تعود للعمة همابل دعجاء لم أخرج كي أعودها ولم يكن هناك شيء يمكنها أن تقدمه لي في تلك الفترة فقد بلغت في السحر مبلغا كافيا عمرة وهل حققت حلم العمة عنك دعجاء وهي تبتسم كان حلمها حلمي ومع مرور الوقت أصبح هاجسي لذا عندما أكملت ربوح عامها السابع والعشرين قررت البدء والسعي في تحقيق ذلك الحلم وقمت بتجنيد عصبتي وتحقق حلم العمة وأبدتهم جميعا عمرة وهي تبتسم هذا أمر رائع دعجاء لكن الحلم لم يكتمل بموتهم كان لابد أن أقيم ملكة الساحرات في الأيامة وكنت بحاجة للال وهذا ما دفعنا للبدء بالإغارة على القوافل وفي أحد غاراتنا فقدت كل شيء في لحظة عمرة وهي تضع يدها على كتف دعجاء لا تقلق ستستعدين كل ما خسرت هي عمة دعجاء وهي تمسح ظهر يدها أين خواتمي عمرة تقصدين خواتمك الخمسة هم قار لنطة عم دعجاء بتوتر نعم أين هي هل سرقتمها عمرة لا يا عمة إنها محفوظة دعجاء محفوظة أين عمرة كبيرنا كان يحتفظ مها عنده حتى تستعيد عافيتك دعجاء أين عمرة لقد دفنها في مكان في أرضنا لماذا تذكرتها الآن دعجاء عندما استرجعت قصة غارتنا الأخيرة تذكرت خواق التي حصلت عليها من كبير سحرة اليامة عمرة لقد رأيتها كانت جميلة دعجاء تلك الخواتم ليست للزينة عمرة لماذا تلبسينها إذن دعجاء وهي تلتفت إلى عمرة بها أنك من الحن ألا تستطيعين الذهاب وإحضارها لي عمرة بلى لكن لم العجلة دعجاء تلك الخواتم قيمة جدا ولا أريد أن أخسرها عمرة هل ترغبين مني أن أذهب وأحضرها لك الآن دعجاء نعم وخذي سبث معك عمرة لماذا جمم ممعم دعجاء كي لا تضل طريق العودة عمرة وهي تضحك هل تخشين بأني سأسرقها دعجاء وهي تبتسم لا يا أفعى عمرة لا تقلقي علي إذن اختفت عمرة وخلال دقائق عادت وتشكلت أمام دعجاء ومدت لما الخواتم الخمسة وقالت تفضلي يا عم دعجاء وهي تأخل خواتمها الخمسة بابتسامة عريضة هذه المنواتم هي آخر ما تبقى لي عمرة وهي تجلس بجانب دعجاء ما أهمية تلك الخواتم يا عم دعجاء وهي تلبس الخنواتم هذه الخواتم تمنح لابسها قوة لا يمكنه الحصول عليها بالطلاسم عمرة مثل ماذا دعسجاء ألست متعبة الشمس أشرقت عمرة بأبوس هل تتهربين من الإجابة دعجاء وهي تضحك وأين المهرب منك في هذا المكان عمرة وهي لتزال عابسة لماذا لا تخبريني عن فائدة تلك الخواتم إذن دعجاء وهي ترفع يدها وتحرك أبعها وتنظر للخواتم ينضى سم لمطاط العم لان كل خاتم يحمل وراءه حكاية عمرة وهي تبتسم بحماس قصص أحب أن اسمعها كلها دعجاء أنا مرهقة الآن وأحتاج للنوم فأنا لا أنام إلا النهار يسببك والنوم في النهار دون الليل يصيب الحسد بالإرهاق والعلل ولس جنية مثلك كي أتحمل قلة النوم عمرة نحن الجن لا ننام كثيرا دعجاء تشكلك كبشر لمدة طويلة سيؤثر عليك وإبتك بالحمى ذلك اليوم كان بسبب تشكلك عمرة صحيح فأنا لم أصب بها من قبل دعجاء لذلك تخلي عن تشكلك خلال نومي ولا توقظيني حتى أخذ كفاية من النوم عمرة وهي جالسة وتنظر لام دعجاء وهي تدخل الخيمة وماذا عن قصص الخواتم دعجاء وهي تدخل الخيمة سأحكيها لكي لاحقا يا أفعى دال دال ميم لا مطاطة عين صاد وادي سوثة وصلت نافجة مع عرير لوادي سوق عند الغروب وعندما دخل الوادي قالت هذا الوادي قاحل ولا أثر للحياة فيه عرير وهو ينزل من بغلته سيكون مناسبا للغرض الذي أتينا من أجله نافجة وهي لاتزال على ظهر الجسور وما غرضنا تحديدا عرير وهو يربط بغلته تعليمك كل ما أعرفه عن السحر بلا ماء أو زاد غرير وهو يشعل نارنا الماء وفير هنا لكنه في جوف الأرض والوصول إليه ليس بالأمر الشاقي أما بالنسبة للزاد قل تقلق سوف نتزود به من قرية صغيرة على بعد يسير من هنا كل ما احتجنا لذلك نافجة وهي تربط ناقتها وكم سنمضي هنا عرير وهو يجلس أمام النار هذا يعود لفطنتك وسرعة استيعابك لعفن سملا مطاطة عين صاد نافجة وهي تبلس أمام النار ومتى سنبدن غرير غدا مع أول نور للفجر في تلك الفترة كانت نافجة في أوائل الثلاثينات من العمر وبقيت مع عرير سنوات تتعلم فيها فنونه الخاصة بالسحر علم عرير كان مختلفا فهو لم يعتمد كثيرا على الكتب المقرؤة بل اعتمد كليا على الطلاسم الملقنة والتي كانت متوارثة وليتم تدوين أغليها في الكتب نافجة لم تكن تجيد القراءة أو الكتابة لكن ملكة الحفظ عندها كانت قوية جدا من مختصر المدة التي كان غرير قد وضعها لتعليمها كل علمه لم تكن نافجة تختلط بالناس بسبب تلك العزلة في الوادي التي فرضها عليها عرير حتى عندما كان يخرج للتزاود بالزاد من القرية المجاورة كان يرفض طلب نافجة مرافقته وكان يقولها أن عزلتها عن العالم جزء مهم في تعليمها بعد مضي ما يقارب خصة أعوام من العزلة وصلت نافجة لمرحلة متقدمة جدا من السحر وأصبحت تيد الكثير من الطلاسم القديمة والنادرة لكن طباعها تغيرت كذلك وأصبحت أكثر حدة وبلظة ومع دخوها منتصف عقدها الثالث من العمر أخبرها عرير أنه لم يعد يملك شيئا أخرى ليعلمها وأنها حرة ويمكنها الرحيل لم يكن قرار الرحيل سهلنا على نافجة بعد تلك السأوات من الانعزال عن الناس وفضلت البقاء في وادي سوقي لكن عرير الذي بلغ من العمر أرذله أخبرها بأنه سيرحل أري لم تترعم نافجة إلى أين ستذهب أيها الكهل بغلتك لم تعد تقوى السفر كما كانت في السابق عرير لقد أنجزت مهمتي معك وبقائي هنا سيكون مضيعة للوقت واحد نافجة ما زلت لا أعرف لام أثنيت بقية عمرك معي عرير علمي كان لابد أن يورث فهو علم لا يكتب وأنت كنتي الوعاء المناسب لذلك العلم نافجة ألا تخشى أن يموت ذلك العلم بموتي عرير وهو يركب بغلته لا سلطة لي على الأقدار أنا أقوم بدوري فقط نافجة وما دوري الآن عرير وهو يتحرك مبتعدا على ظهر بغلته لقد طلبتني العلم وقد حصلت عليه أما فيها ستستخدمينه فسيكون ذلك خيارك أن وقفت نافجة تراقب غرير وهو يبتعد عنها وقبل أن يخرج من مدى بصرها صرخت وقالت للم تعلمني طلاسم الانتقال غرير وهو يسير مبتعدا على ظهر دابته علمتك ما هو أهم نافجة بصوت مرتفع شكرا أيها الضرد ميم يرد غرير واكتفى برفع يده في حواء وتحريكها مودعنا نافجة للأبدي في الأيام التي تلت رحيلة عرير بدأت نافجة تقلب فكرها الرحيلي أميم ممعم عن الوادي في عقلها ودركت بعد تفكير لم يدم طويلة أنخيار الرحيلي لا مفر منه خخاصة وأن ناقتها الجسور لم تعد في كامل قوتها السابقة وحصول نافجة على الزاد والماء سيضطرها للخروج عجلا أم أجلا لأن مهمة التزود بها كانت مسؤولية غريري الذي لم يفصح لها يوما عن طريقته في توفير الماء لم تكن نافجة تعرف شيئا عن تلك القرية التي كان عرير يتوجه إليها للحصول على الطعام سوى الاتجاه الذي كان يسلكه لذا قررت في صباح أحد الأيام امتطاء الجسور والسيرة في ذلك يقن على أمل أن تمر من خلاها بعد مسيرة يوم دون انقطاع رأت نافجة في الأفق مجموعة من المنازل الصغيرة والكبيرة التي جاورت الساحلة فتوقعت أنها مقبلة على قرية متواضعة يقتنها شعب بسيط لكن مع اقترابها أكتشفت أنها مدينة صغيرة متطورة بالرغم من صغر حجمها وقلة منازلها إلا أنها كانت مبنية من طوب الطين وها طريقة في البناء لا تستخدمها سوى المدن الكبيرة والمتقدمة ولبناء مباني معيئة فقط كالقصور والأسوار كان في تلك المدينة الصغيرة ميناء مزدحم بالبضائع والتجار من معظم الأقطار وكذلك سوق كبير استحوذ على نصف مساحتها أنبهرت نافجة با رأته ولم يكن أنبهارها بالحجم أو العدد بقدر التنظيم والانسجام الذي كان واضحا ومتجليا على شعب تلك المدينة الصغيرة وزائرها أحست نافجة مع تقدمها وتجولما في تلك المدينة بأن لا مكان لما فيها إذا لم تكن تعمل فالعمل والتجارة كان روح تلك البلدة لذا قررت بيعا راعا لما لم تطع عم الجسور لأحد التجار الذي ألحى عليها وعرض مبلغا كبيرا لاقتنائها بالرغم من أنها لم تكن صغيرة في العمر كان هدف نافجة من بيعي الجسور هو الحصول على بعض لالي لها فقد أدركت أن تلك البلدة بيئة خصبة للتجارة وأي تجارة تحتاج للمال لذا أمضت بضعة أيام فيه ترتيب أحواها للاستطان هناك بشراء منزل والتجول بين السوق والميناء لأخذ فكرة والتعرف عن طبيعة العمل في تلك المدينة قررت نافجة بعد تفكير وبحث أن تتاجر في التوابل التي كان ربحها وفيرنا وبدأت بالتعاقد مع السفن القادمة من بلاد السندي كي يجلبوا هاتلك التوابل لتعرضها وتبيعها في سوق البلدة مع مرور الأيام والأشهر وصلت البضائع التي اشترتها نافجة ولم يمضي سوى يوم واحد حتى تمكنت من بيعها بالكامل بأضعاف السعر الذي اشترتها به فكررت العملية عدة مرات على مدار سنوات حتى أصبحت من كبار تجار التوابل هناك توسعت تجارة نافجة واشترت مجموعة من الحوانيت وأصبح لدبع مال ومساعدون يعملون معها وبالرغم من أنها لم تكن تجيد القراءة والكتابة إلا أن ذكاءها وفطنتها عوضاها عني ذلك أتقنت نافجة العديد من اللات بسبب تعاملها مع التجار من البلدان المختلفة فتمكنت من إتقان لغة أهل السندي ولغة أهل فارس وكذلك بعض اللهجات المحلية أمضت نافجة ما يقارب خصة عشر عاما تمارس التجارة في تلك المدينة وبعدما أكملت نافجة عقدها الرابع من العمر عرض عليها تجار البلدة الانضمام لمجلس كبار راع شار علمط التارع ما التجار والذي كان محصورا على خمسة من أكبر التجار في المدينة فقط وبعد وفاة أحد الآضاء كانت نافجة المرشح الأول لأخذ مكانه من تكن نافجة في تلك الفترة تفكر في الرحيل عن تلك البلدة التي وجدت فيها سعادة كبيرة بين أهلها الطيبين لكن ذلك تغير عندما رست سفينة ضخمه في الميناء وكانت قادمة من بلاد هاش فارس وعرض التاجر الذي أتى على متنها بضائع لم تكن رائجة كثيرا في تلك البلدة مثل السجاد والحرير والمنسوجات المختلفة كان تجار المدينة مترددين في التعامل مع ذلك التاجر الذي أغرقهم بهدايا الثمينة كي يروج لبضاعته لكن أغلب التجار لم يثق به وفضل عدم التعامل معه إلا أن نافجة كانت ترى أنها فرصة لتطوير تجاره مجتمع مجلس التجار ليلا بعدما كثر الجدال حول إمكانية التعامل مع ذلك التاجر الفارسي كبير التجار البضائع التي يعرضها ذلك التاجر جيدة الصنع لكننا لم نتاجرها من قبل وليعتد التجار الذين يتعاملون معنا من خارج المنطقة شراؤها فتجارتنا في الغالب تكون في التوابل واللبان والفخاريات أما الحرير والسجاد فتجارتنا فيه محدودة جدا وهذا الرجل يعرض علينا كمية كبيرة منها وهذه مخاطرة برؤوس أموالنا نافجة لكن المردود سيكون كبيرا تاجر واحد الطلب على مثل هذه البضائع كبير في الحجاز والقليل يعرضها هناك ميم ممعم تاجر أنا لا أنكر أهمية تلك البضائع لكن مشكلتي ليس مع البضائع بل مع من يعرضها نافجة ماذا تقتصد السابق لذا أصبح معظم تعاملنا حصورا مع تجاري السند والحجازي نافجة وكيف ستتيقن من أمانته تاجر واحد لا يوجد طريقة للتأكد إلا بالتعامل معه نافجة فنجربه برأس مال بسيط كي نتيقن من أمانته وتحججت بأننا نريد تجربة مدى الأقبال عليها ولكنه رفش وطلب شراء كمية كبيرة لكن بسعر أرخص واحد نافجة لكنه باع كل بضاعته تقريبا على تجار التجزئة تاجر يريد منا تسليمه الأموال ليعود لام فارس ويشتري البضائع ويعود إلينا مها بعد ثلاثة أشهر نافجة لقد قمنا بمثل هذه الاتفاقات من قبل مع تجار التوابل من السلد نافجة لا أفهم سر الخوف من هذا التاجر كبير التجار السفينة التي أتى بها هي سبب قلقنا سم ممعم نافجة السفينة مامها تاجر تحمل شعار الملك المقدوني حاكم فارس نافجة لم أفهم قصدك كبير التجار يقصد أنه إذا نمب ذلك الفارسي أموالنا فلن نستطيع استعادتها أبدا ونيا الغالب هذا ما سيحدث نافجة بتعجب الملوك لا يغدرون كبير التجار وهو يضحك بقوة لأنك لم تتعامل مع ملوك فارس من قبل أو أحد من أتباعهم نافجة أخشى أننا نضيع فرصة كبيرة بشكوكنا هذه كبير التجار حسنا يا نافجة سوف أساهم أنا وبقية التجار هنا بنصف ما نملك في الاتفاق مع التاجر الفارسي لكن بشرط أن تساهم أنت بكل ما تملكين بالإضافة لعهد منك على تعويضنا في حال أن غدر بنا ذلك التاجر نافجة وكيف سأعودكم إذا ساهمت بكل مالي كبير التجار هذا هو عرضنا نافجة موافقة التاجر وهو يدن بالقرب من نافجة ويهمس في أذنها لماذا تخاطرين بأموالك الأمر لا يستحق نافجة أنا لا أفرض السوء في البشر حتى أرى بعيني ارعى المططة عم التاجر ولكن من الحكمة أخذ المشورة ونحن أكبر منك سنا وأقدم في هذه المهنة نافجة إذا لم أخاطر لن يتغير حالي التاجر ما به حالك أنت من كبار التجار الآن وتملكين من الأموال الكثير نافجة وهي تبتسم لو كنت أكتفيت بأملك في أي مرحلة من حياة لما كنت أجلس معكم الآن التاجر كما تشاءين في اليوم التالي عقد التجار الاتفاق مع التاجر الفارس با وسلموه الأموال ووعدهم بأن يعود بعد أربعة أشهر بالبضائع التي اشتروها لكن كبير التجار قاطعة وقال ثلاثة أشهر كافية لمثل هذه الرحلة فلاذا تطلب أربعة التاجر الفارسي مبتسا بالعربية البضائع التي طلبتمها موزعة على عدة مدن في هاش فارس وأحتاج وقتا أطول من المعتاد لجمعها التاجر الكبير وهو يرمق نافجة بنظرة ما رأيك يا سيدة نافجة نافجة موجهة كلامها للتاجر الفارسي أربعة أشهر فقط أيها الفارسي التاجر الفارسي وهو يصعد على متن سفينته مبتسنا لا تقلقي سيدتي أربعة أشهر لن أزيد عليها يوما لاك ميم ممعم رحل التاجر الفارسي ومضى الشهر الأول والثاني وانتصف الثالث ولم يدب القلق والشك في قلبي نافجة وبقية التجار من عودة التاجر الفارسي إلا بعدما مضى أسبوع بعد اكتمال الشهر الرابع لذا طلب كبير التجار عقد اجتاع لمناقشة الأمر كبير التجار وهو يفتتح الاجتماع بكلام موجه لام نافجة ما العمل الآن التاجر الفارمي لم يعد نافجة وعلى وجهها خليط من الإحراج والغضب لا أعرف ماذا أقول التاجر أنا لست متفاجة تم حدث التاجر بحسرة هل معنى ذلك أن أموالي قد ضع نافجة وهي تقف لا أموالكم محفوظة وستعود لكم التاجر واحد بسخرية وكيف ستعود لنا أنت الآن معدمة ولا لكينا شيئا سوى منزلك وحوانيتك ولو قمت ببيعها كلها لن تعود مال واحد منا نافجة تنزل رأسها وتقول سأرحل لام فارس وسأنتزع حقنا عنوة كبير التجار أقدر حرصك يا نافجة لكن كلامك لا يقبله عقل نافجة وهي ترفع رأسها وتنظر لام كبير التجار لماذا التاجر واحد أنت مجرد امرأة ولم تزوري فارس من قبل فكيف ستجدين ذلك التاجر وتأخذين حقك منه ميم لم تترعم التاجر ولا تنسي أنه على علاقة بالأسرة الحاكمة هناك وهذا سيجعل الأمر أكثر تعقيدا التاجر يحدق باء نافجة بصمت نافجة موجهة كلامها لام كبير التجار إما أن أعود بأموالكم أو أموت هناك هذا عهد مني كبير التجار قد لا أثق بتجار الفرس لكني أثق بكرحلي وسأمهلك ستة أشهر كاملة التاجر واحد بغضب كيف تسمح لها بالرحيل دون أن تعوض نبا تسببت لنا به من خسارة التاجر أتفق معه فأنت تعطيها فرصة للهرب وسوف تستغلها للتملص من ديوتها التاجر أنا أثق بالسيدة نافجة ولا أمانع رحيلها التاجر واحد بصوت مرتفع هذا شأنك أنت ونحن لسنا ملزمين برأيك التاجر الكبير كفى صمت الجميع وليتحدث أحد التاجر الكبير إذا مضت الأشهر الستة ولم تعد نافجة سوف أسدد ديونها بنفس بي هل ترضون بذلك التاجر واحد بتجههم لا بأس ميم لا مطاطة عين صاد نافجة لا تقلقوا سأعود بأموالكم مهما كلغني الأمر خرج الجميع من المجلس وقبل خروج نافجة نادى عليها كبير التجار وطلب منها البقاء جلست نافجة بجانبه وهي منصته فقال أنا متيقن من صدقك وعزمك على استرجاع أموالنا لكنك وحدك لن تستطيع النجاة في أرض غريبة نافجة لا تقلق يا سيدي سوف أتدبر أمري كبير التجار أريد أن تستحب شخ معك في رحلتك هذه نافجة شخص كبير التجار نعم طودي نافجة ومن يكون طوض هذا كبير التجار أحد سكان هذه المدينة وأصله من شعب وادي سوق الذين هجروا الوادي نافجة لم أره من قبل كبير التجار لأنه لا يبقى كثيرا في المدينة ويخرج دائما ليرافق التجار المتوجهين لشمال الجزيرة وغربها ليوفر لهم الحماية بمقابل نافجة إذن فهو فارس كبير التجار وهو يضحك لا طوض كتيبة من الفرسان لوحده لمطة ترعم نافجة ماذا تقتصد كبير التجار لا تفكر بشأنه الآن عندما يعود يمكنك الرحيل نافجة ولماذا تريد منه مرافقة هل تشك بنيتي في العودة كبير التجار لا أشك بنيتك في العودة لكن أشك بقدرتك نافجة أنا قادرة على الاعتناء بنفسي ولا احتاج حارسا معي كبير التجار بلاد فارس ليست بالمكان الهيني أو الصغير كتنبول فيه لوحدك خاصة وأنك من المحتمل أن تصطدم مع بعض المرتبطين بالملك وو طود سيقدم لك عونا كبيرا في هذا الحانب فقد رافق الكثير من التجار لام فارس في أكثر من مناسبة نافجة تنزل رأسها وتفكر كبير التجار الأمر لا يتطلب تفكيرا فا طود سيكون عاملا مهن في تحقيق مسعاك نافجة ومتى سيعود كبير التجار القافلة التي رافقها وصلت لام الحجاز وبالتأكيد تحركت للعودة ولا أظن أن الأمر سيستغرق أكثر من شهر نافجة أخبره إذا بأن يلتقي بي في أهبر بعد شهرين من الآن كبير التجار بتعجب ولماذا هجر بالذات نافجة قبل رحيل عن الجزيرة يجب أن أقوم ببعض المهام وسوف أنتهي منها خلال تلك الفترة لام لقى مما ميم تارع ميم كبير التجار وكيف سيتعرف عليك أو تتعرفين أنت عليه أخرجت نافجة من جيبها وشاحا أحمر ومدته لام كبير التجار وقالت أخبره بأن يلف هذا الوشاح على عنقه بمجرد دخوله هجر وأن يتوجه للسوق الكبير هناك وسوف أجده أخذ التاجر الكبير الوشاح من نافجة وقال متى تنوين الرحيلة نافجة لن تشرق شمس الغدي إلا وأنا في أيق نحو أهجر كبير التجار رافقتك السلامة يا ابنة أملك خرجت نافجة من منزل التاجر الكبير والذي كان مقر الاجتماعي وتوجهت لمنزل تاجر الدواب المعروف في البلدة وطرقت بابه قفتح لما وقال باستغراب سيدة نافجة ما الذي أتى بك في هذه الساعة نافجة أحتاج دابة قوية كي أصل بها لهجر تاجر الدواب في الصباح توجهي لمتجري واختاري ما تشاثين نافجة هل ستضيع وقتي بالكلام أم أنك ستعطيني ما أتيت لأجله ألق سم لمطق عصاد تاجر الدواب وهو يغلق باب منزله لا لا يا سيدة نافجة هيا بنا مربط الدواب في السوق واختاري منها ما تشائينا ذهب الاثنان للمكان الذي كان الدواب التاجر مربوطة فيه وأوقظ الحارس الذي كان موكلنا بحراستها وقال لام نافجة اختاري ما نافجة وهي تمعن النظر بالدواب المربوطة ثم تشير لأحدها ماذا عن ذلك الجوادي التاجر وهو يتقدم نحو الجوادي ويضع يده على ظهره اختيار جيد فهو سريع وقوي لكن هذا النوع لا يتحمل العطش كثيرا وتحتاجين لسقيه بشكل متكرر نافجة لن يكون نافعنا لآن مدر المياه في طريق شحيحة تاجر الدواب باستغراب اقما هنا لاهبر به وقفات كثيرة للتزود بالمياه نافجة وهي تتمعن بقية الدواب وجهة الأولى لن تكون هجرة تاجر الدواب إلى أين إذا نافجة وهي تتجاهل سؤال التاجر وهذه الفرس هل قدرتها على تحمل العطش جيدة تاجر الدواب نعم لكن سرعتها ليست كبيرة نافجة لا بأس سأخذها كم ثمنها أري لما تقعين مما تاجر الدواب وهو يبتسم هي هدية لك رافقتك السلامة يا سيدة نافجة ابتسمت نافجة وامقطت الجواد وصرخت في حارس المربط وقالت متى كانت آخر مرة تزودت هذه الفرس بالماء والعلفي الحارس نحن نطعمها مرتين في اليوم وللتو انتهيت من إطعام جميعي الدواب وصقيها تاجر الدواب وهو يمد سرة من الطعام لام نافجة لا تسبي نفسك يا سيدة نافجة نافجة تأخذ السرة من التاجر مبتسمة وتضرب خسر الفرس بقدميها وتنطلق في الأفق سارت نافجة واعتمدت على النجوم للوصول لأماكن التزود بالماء وبعد مسيرة أيام وصلت لمضارب قبيلة الحيادرت ودخلت عليهم وهي امرأة في أول عقدها الخامس من العمر وبمجرد دخوها اعترضها فرسان القبيلة وسألوها عن غرض زيارتها فأخبرتهم بأنها ترغب في لقاء شيخ القبيلة هاش ماذا؟ فقال أحدهم وماذا نقول للشيخ إذا سأل عن هوية من يرغب في لقاته؟ نافجة وهي ترفع الخمار عن رأسها أخيره بأن الجدعاء ترغب في لقائه لما علمت عين مما الفارس سنخبره لكن قد لا يوافق على مقابلتك ويرسل لك مندوبنا عوضا عنه فهو لا يقابل أحدا إلا من الأمراء والشيوخ نافجة لا بأس الفارس اتبعين إذن تبعت نافجة الفرسان حتى أوقفها خارج خيمة شيخ القبيلة وطلبوا منها الانتظار حتى يسمح لها بالدخول عليه أو مقابلة منه سينوب عنه لكن وبعد دقائق من دخول الفرسان خرج من كان في المجلس من الأمراء والشيوخ الذين كانوا في مجلس الشيخ وضيافته وتبعهم الشيخ هماد وهو يلتفت بنظره يميئا وشمالا بتوتر حتى وقعت عينه على نافجة التي كانت لاتزل على ظهر فرسها فتوجه ها بخطوات متسارعة وبعض حراسه يتبعونه وضيوفه عند مدخل خيمته الكبيرة يراقبون ما يقوم به باستغراب لآن الشيخ هماد عرف واشتهر عنه بأنه لا يخرج من خيمته لاستقبال أحد أبدا لذا تحول تعجبهم لاندهاش عندما رأوه يصل لفرس نافجة ويمسك بلجامها ويحدق باء نافجة ويقول أطلت الغيابة يا ابنة أملك نزلت نافجة من على صهوة الفرس ووقفت أمام هماد وقالت وهي تبتسم كيف حالك يا شيخ الحيادرة به ادرع المططة عم أمسك هماد برأس نافجة وقبله وهو يقول بأفضل حال والفضل يعود لك اندهش جميع من كان يشاهد تقبيل هماد لرأس تلك المرأة لدرجة أن بعض لحاديث الجانبية الصاخطة مما فعله بدأت تنشأ بين ضيوفه الذين تجاهلهم بوضعه يده على كتف نافجة واقتيادها لخيمته وأمره للحراس بأن لا يدخل عليهم أحد جلست نافجة وقالت لا تتجاهل ضيوفك من علية القوم لأجل لقد أتيت للسلام عليك فقط ماد وهو يجلس وعلى وجهه ابتسامة عريضة فليذهبوا للجحيم فكلهم أتوا ليطلبوا شيئا من فضلي وأنت فقط من أدين له بكل الفضل نافجة لا تقول ذلك فأنت من صنعت مجدك بنفسك وأنا لم أكن سوى عون لك في مرحلة ما هماد أنت السبب الوحيد فيما وصلت إليه من مجد ولو أنكرت ذلك لا أصبحت ناكرا للمعروف ولا أستحق شيئا منه نافجة تبتسم ولا ترد هماد كيف حالك وأين كنت تلك السنين نافجة ما زلت أتنفس وما زلت أسعى خلف حلم بعيد وضعته مماد انتهى ترحالك ومستقرك سيكون بيئنا لللف ميم ممعم نافجة مبتسمة لا يا شيخ ما زال أيق طويلنا أمامي هماد بتجههم هل سترحلين مرة أخرى أحد الفرسان يستأذن بالدخول على هماد هماد بغضب ماذا تريد ألم آمر بأن لا يزعجنا أحد الفارس ورأسه للأرض عذرا يا شيخ لكن بعض الضيوف بدأوا بالرحيل عن مضارب القبيلة دهام بغضب فلرحل خرج الفارس بسرعة وتوتر نافجة ما هكذا علمتك يا شيخ هماد هماد بتجههم أنت لا تعرفين ما أعاني منه فكل من يتقرب مني يريد شيء لنفسه وكل مودته لي ما هي إلا نفاق نافجة العظمة وعلوم الشأن لا يأتيان بلا ثمن ماذا أنا لم أتزوج حتى الآن بسبب عدم ثقتي بأحد إذا كان أعمامي كانوا يريدون قتلي والاستلاء على مشيخة القبيلة فما بالك بالأغراب نافجة يجب أن تثق بالناس وإلا ستستيقظ يوما لتجد نفسك وحيدا في هذا العالم ماذا الوحدة لن تؤذيك إذا كنت متلح مع نفسك نافجة لكنك لست متحى مع نفسك والدليل القلق الذي تعيشه هماد وهو يبتسم كنت وما زلت الوحيد الذي يربط لساني عن الرد أفر مهما نافجة وهي تضع يدها على خد هماد لتكن عدو نفسك وتحرمها من حب الناس ماذا يضع يده على يدي نافجة ويبتسم بصمت نافجة وهي تسحب يدها مبتسمة أخرج الآن والحق بضيوفك واعتذر منهم هماد وهو يقف متسنا أمرك يا جدعاء في المساء استأذن هماد بالدخول على نافجة في الخيمة التي أمر بتجهيزها لها وبعد دخوله وجلوسه بجانبها قال هل تحتاجين شيئا آخر نافجة سأبقى في ضيافتك بضعة أيام ثم سأشد الرحال نحو هماد وهو يبتسم لا فائدة من الجدال معك نافجة وهي تبتسم وهل أفادك ذلك في الماضي مماد وهو يضحك لا نافجة وهي تضحك لا تبدأ اليوم إذن هماد لماذا تريدين العودة لام هجر ألم تخبريني أنك تركتها عندما كنت صغيرة ولم تعود لما منذ ذلك الوقت هل عدت إليها بعد رحيلك من القبيلة نافجة لا ولم أفكر بالعودة إليها إلا من وقت قريب إعفار لا مطط رع صر هماد وملآن نافجة وهاتزفر سأتوجه لبلادي فارس ولا أعرف إذا كنت سأعود من تلك الرحلة أم لا هماد وهو يضع يده على يدي نافجة بقلق لا تذهبي إذن نافجة قطعت عهدا ولن أحنث به حتى لو خسرت حياق سعيا هماد بحزن ما الذي تحتاجينه مني كي أجعل من رحلتك أكثر سهولة نافجة وهي تبتسم لا شيء يا شيخ سوى رؤيتك بأحسن حال وزيارة قبر أبي ورؤية أمي إذا كانت لتزال على قيد الحياة ولم ترحل للجنوب كما كانت تقول غماد وهل ستتوجهين لام هجرا على تلك الفرس الضعيقة نافجة وهي تبتسم تعرف عشقي للخيل الأصيل وهديتك مقبولة مقدمنا يا شيخ هماد وهو يبتسم لن أسألك أين كحلان لكن سوف أهديك فرسا من نسله نافجة سأراها في اليوم الذي أقرر فيه الرحيلة بعد بضعة أيام عقدت نافجة العزم على الرحيل من مضارب قبيلة الحيادرة والتوجه نحو هجر وقبل رحيلها أهداها الشيخ هماد للقي لكر لمتار عصاد فرسنا من نسل كحلانة وكانت فرسنا شقراء كلون الذهب وخصرها ضيقة ولم يكسر لواء إلا غرتها البيضاء عيناها كانت واسعتين وجبينها عريض بالرغم من صغر حجم رأسها ورقبتها المقوسة كانت أبرزة معالم الجمال فيها أمسكت نافجة لجام الفرس وقالت وهي سارحة في جمالها ما اسمها يا شيخ هماد وهو يمسح على ظهر الفرس مبتسأ الجموح ابنة شويما ابني كحلان نافجة وهي تحك خدي الفرس أصيلة أبئة أصيل هاشماد وهي محملة بها تستطيع حمله من الذهب والغلام الذي معها عبد سيرافقك خلال سفرك وسيكون بخدمتك نافجة أخبرتك أني لا أريد شيئا يا شيخ هماد هماد وأنا لم أعطيك شيئا يا جدعاء أمططت نافجة الجموح وودعت هماد وتوجهت نحو أهبر جد جد عد ميم لا ماقع ميم أبئة الجنوب عندما رأت نافجة أصوار هجر تطل عليها من الأفق تحت ضوء النهار أخذت نفسنا عميقا واسترجعت في ثوان ذكريات طفولتها فيها وزفرت غبار السنين الذي تراكم على قلبها وهي بعيدة عنها دخلتة المدينة وهي تمططي الجموحة ولم تتوقف حتى وصلت لمزها السابق الذي لم يكن مهجورا ألف مقصورة توقعت فقد رأت بعض الأطفال يلعبون أمامه وبابه مفتوح فنزلت من فرسها ومدت لجامها للغلام الذي كان بصحبتها كي يربطها وأمرته بالانتظار بجانبها بدأت تتقدم بخطوات مترددة نحو المنزل وقبل وصوها لعتبة الباب استوقفها أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون أمام باحثه بشد لباسها وهو يقول من أن نافجة وهي تنزل على ركبتيها وتبتسم للطفل وتقول هل تسكن مع أهلك في هذا المنزل الطفل وهو يبز رأسه بالموافق نعم أنا وبقية إخوتي وخالاتي نافجة وهي تنزل خمارها وتقبل الطفل وأين أمك جرى الطفل مسرعنا إلى داخل المتزل وهو ينادي بصوت مرتفع تلقف سملام مطاتة عين صاد ويقول أمي أمي هناك سيدة غريبة تبحث عنك بعد دقائق خرجت سيدة من المنزل والطفل يجري أمامها ويعود للعبي مع بقية الأطفال وقفت نافجة وهي تبتسم وتقول عذرا على إزعاجكم لكني كنت أقيم في السابق في هذا المنزل وحببت المرور به فقط أدارت نافجة ظهرها وهي تعيد الخمار على رأسها وتهم بالرحيل لكنها توقفت مصدومة عندما قالت المرأة بصوت متوتر هل أن نافجة نافجة وهي تلتفت على المرأة باستغراب كيف عرفت اسمي تقدمت المرأة والدموع تغمر عينيها وعانقت نافجة وبدأت تبكي خرج من المنزل ثلاث نساء أخريات وعندما رأوا تلك المرأة تعائق نافجة وتبكي سألتها أحدهن وقالت ما بك يا نجمة نجمة وهي تفك عناقة نافجة ولا تزال تدمع لقد عادت نافجة إن دفع النساء الثلاثة وعانقوا نافجة المستغربة والمتعجبة ثم يحدث وعندما رأى الأطفال عناق أمهاتهم لن دفعوا كذلك وعاقها ووو نافجة بينهم تكاد تختنق وتقول ما بكم ما الذي يحدث بعد انتهاء ذلك العناق الجماعي طلب النساء الأربعة من نافجة الدخول وعندما دخلت للمنزل نسيت أمرهن وبدأت تتمعن في عين ميم ممعم إركانه وتتذكر أبيها وأمها والأيام الخوالية التي قضتها كطفلة شقية فيه جلست نافجة في أحد الأركان والحزن يهيمن على محياها ولم تتكلم واكتفت بالصمت والتتحديق بالأرض جلست أحد النساء الأربعة بجانبها ووضعت يدها على كتفها وهي تقول لقد كان مع العمة حق نافجة وهي ترفع نظرها للمرأة عمن تتحدثين المرأة وهي تبتسم وتدمع العمة فيء كانت تقول دائما أن أختكم نافجة ستعود نافجة والحماس يغزوها هل أمي لتزال تسكن هنا أين هي نجمة وهي تقف مع أخواتها أمام نافجة العمة فيء تركتنا قبل عامين نافجة أين ذهبت نجمة ذهبت لتعانق العمة أملك كما قالت نافجة وهي تنزل رأسها ماتت إذن نجمة لقد انتظرتك لسنوات وكانت تقول داء إنك ستعودين المرأة وهي تبتسم وتدمع بصراحة كنا نظن أنك من نسج نخياها نافجة ومن أنتم المرأة أنا جليلة وهذه أختي نجمة وذات الشعر الطويل ميسر لقى ميم لم تترعم نافجة ترجمة نانسي قنقر